برنامج الباوربوينت يا شباب هو عبارة عن برنامج بيعتبر برنامج تنسيقات وبالاضافة الى انك برنامج انك تقدر من خلاله انك تعمل شرائح متعددة او تعمل عرض تقديمي تقدر تقدمه سواء عرض تقديمي للشركة بتاعتك او سواء عرض تقديمي لمؤسسة او عرض تقديمي لمنتج انت بتسويه طيب بمجرد انك تفتح برنامج الباوربوينت او تفتح العرض التقديمي بتاعك طبعا بنفتحوه زي اي برنامج عن طريق قيمة ابدأ ونكتب في قيمة ابدأ باوربوينت تمام طيب بمجرد اللي انا اكتب باوربوينت بمجرد اللي انت تكتب باوربوينت لما تبدأ تكتب باوربوينت هيفتح معاك الباوربوينت بالشكل ده لما يظهر معي برنامج الباوربوينت او يظهر معي البرنامج اللي موجود قدامي بيظهر معي خل بداية في بداية اي برنامج بيبدأ البرنامج بيسألك هل انت عايز اه تفتح عرض تقديمي او لو انت عايز تنشي عرض تقديم بالنسبة لأسئلة يا شباب اللي احنا ان شاء الله هنخلص شرح البرنامج وهفقلكم الاسئلة اي حد عايز اي سؤال هشرح لكم سواء في الاختبار او سواء في البرامج معدش اي مشكلة في مجرد انك بتفتحه الجزء اللي موجود قدامي ده حاجة اسمها بعرض تقديمي فارغ طيب عرض تقديمي فارغ عبارة عني انك بتقول البرنامج انشئلي عرض تقديمي فاضي اللي انا هبدأ اعدل عليه وهبدأ اشتغل عليه طيب الاجزاء التانية الاجزاء التانية عبارة عن انك بتقول البرنامج دي حاجة بتسمى تنبلات او بتسمى تصميمات جهزة موجودة في البرنامج طيب لو انا ضغطت على عرض تقديمي فارغ بيظهر معي الشاشة اللي قدامي بالشكل ده طيب الشاشة اللي موجودة قدامي عبارة عن ايه الشاشة دي بيكون فيها كلقاتي الجزء اللي موجود على اليمين بيسمى جزء الشرايح طب يعني ايه جزء الشرايح لو انتوا فاكرين في برنامج الورد اول ما بدأنا في برنامج الورد قلنا اللي احنا عندنا في برنامج الورد اللي عندنا منطقة العمل اللي هو المستند اللي بكتب فيه كل التنسيقات طيب في برنامج الباوربوينت برنامج الباوربوينت بيتكون من شرايح ان كل شريحة تمثل ورقة او ورقة في البرنامج ان تقدر تشتغل عليها وتجري عليها التعديلات. طب هجري عليها التعديلات ازاي? انك تقدر تضيف شكل. تضيف صورة. تضيف صوت. تضيف حركة. تضيف انتقال. وكل ده هنتعلمه بالتفصيل. طيب. عايزين نتعلم حاجة ان برنامج الباور بوينت بيتكون من عدة من شرايح. طب اضيف شرايح جديدة ازاي? عندي طريقتين لاضافة الشرايح. الطريقة الاولى اللي انا باجي على المكان اللي هو موجود على اليمين عندي الشاشة ده اللي انا اضغط انتر. اضغط في المكان الفاضي ليزر معايا واضغط انتر. كلما اضغط انتر يضيف لي شرايح. ادي شريحة واحد شريحة اتنين شريحة تلاتة شريحة اربعة شريحة خمسة شريحة ستة. اي شريحة موجودة اللي هو البرنامج بيضيفها. طيب الجزء اللي عندي بعد كده الطريقة التانية لاضافة الشرايح. الطريقة التانية لاضافة الشرايح اللي انا هاجي عندي فوق وهضغط على كلمة شريحة جديدة اللي هي موجودة في تبويبة الصفحة الرئيسية. بمجرد ان انت تضغط على كلمة شريحة جديدة بيبدأ ايدي في الشريحة. هللاحظ حاجة للناس اللي عايزة تخش الاختبار المتقدم عشان تخش اختبار شهادة سي اي تي. تمام? اللي هي مدعومة من الدولة. ساعات بيجي لك سؤال في شهادة سي اي تي اللي مدعومة من الدولة يجي يقول لك كن باضافة شريحة جديدة من نوع كذا. طب ده هيعلمنا ايه? ده هيعلمك اللي الشريحة الجديدة او الشريحة اللي انت بتضيفها لها انواعها. طب انواع ازاي? لو جينا ضغطنا عند السهم اللي موجود عند الزرار ده. اللي هو موجود في تبويبة الصفحة الرئيسية او في ايكونة الصفحة الرئيسية. هلاقي حاجة اسمها شريح. عندي شريحة عنوان عنوان ومحتوى عنوان ومقطع الموجود قدامي. اي شريحة انت بتختارها زي ما ذاكرلك في السؤال هتلاقي تبدأ تضيف. هاللاحظ اذا ما دخلت شريحة شريحة عنوان تزهر معاك بالشكل ده. طيب لو ضفت شريحة عنوان ومقطع او عنوان ومحتوى هتظهر معاك بالشكل ده. طيب الجزء اللي عندها بعد كده في تبويبة الصفحة الرئيسية هلاقي الجزء اللي عندي بعد كده حاجة تسمى تخطيط الشريحة. طيب تخطيط الشريحة عبارة عن ايه? زي ما قلنا من شوية اللي احنا عندنا شريحة جديدة والشريحة الجديدة انك تقدر تنشئها. او اللي انا اقدر انشئها اللي هو عن طريق نوع الشريحة. طيب لو جالي في السؤال اختبار او جالي في اختبار سؤال كن بتغيير نوع الشريحة من شريحة عنوان لعنوان ومحتوى او عنوان ومقطع او محتويين زي ما بيذكر معاك. باجي بضغط على النوع الجديد اللي بغيره. هاللاحظ هنا الفرق. ادي هنا الشريحة الاولى بتاعتنا شريحة عنوان. لو ضغط محتويين اتغير التنصيقات الاساسية عندي للشريحة. طيب الجزء اللي عندي بعد كده اعادة تعيين انك بترجع اعادة تعيين للشريحة بالشكل الافتراضي. طيب الجزء التاني عندي جزء مهم جدا عندي. جزء يسمى مقطع. طيب يسمى مقطع عبارة عن ايه? لو انا ضغطت على كلمة مقطع هلاقي عندي حاجة اسمها اضافة قسم. طيب اضافة قسم فين? هنلاحظ اضاف لقسم فوق اللي هو مقطع بدون عنوان. طيب هستفاد من المقطع بدون عنوان ايه? لو انت مثلا بتعمل عرض تقديم الشركة او مؤسسة. هتعمل مقطع اللي هو زي جزء عندك موجود في الشرايح اللي انت هتسميه مثلا هتقول والله ان الجزء اللي موجود ده اللي هو من نحن. او تعريف بالشركة قبل لانشطة. طيب هو ظهر عندي هنا مقطع بدون عنوان. لو حبيت اللي انا اغيره او اعدل عليه. لو حبيت اللي انت اتغيره وتعدل عليه هتضغط ايمين هتلاقي كلمة اعادة تسمية. طيب اعادة تسمية هيزهر معاك المربع الحواري اللي موجود قدامي ده. وهبدأ اكتب مسلا المعلومات. هكتب الشكل ده المعلومات الاساسية. بعد ما كتبت كلمة المعلومات الاساسية هعمل اعادة تسمية ظهرت معاك المعلومات الاساسية بالشكل ده. طيب الجزء اللي بعد كده. طيب نفترض اللي fields عايز تضيف مقطع بين الشريحة التانية والثالثة. لو انا عايز اضيف مقطع بالنسبة للشريحة التانية والثالثة بتيجي تحدد مؤشر الموز بين الشريحتين. انا دلوقتي محددش مؤشر الموز بين الشريحة التانية والثالثة. وهتضغط على كلمة مقطع اضافة مقطع او كسل. ظهرلك بين الشريحة التانية والتالتة وهتسميه مثلا من نحن وهعمل اعادة تسمية السؤال اللي بعد كده او الطريقة اللي بعد كده او الجزئية اللي بعد كده عندنا الجزئية اللي بعد كده اللي انت لو حبيت اللي انت تحذف مقطع او تحذف تحذف كسب لو حبيت اللي انا احذف مقطع او احذف كسب بتيجي على المقطع وتضغط عليه ضغطة يمين ازالة الكسب طيب كلمة ازالة القسم انك بتحزف القسم فقط. طيب. الجزية اللي بعد كده. الجزية اللي بعد كده اللي انا عندي في الشرايح حاجة تسمى تنسيقات. يعني ايه تنسيقات? لو نتخيل هنا في الشريحة الاولى حبيت اضيف فيها نصوص. اهم حاجة عشان تضيف في الشريحة نصوص انك هتيجي هي في الشريحة اللي موجودة قدامك وتكتب مثلا باسم. هكتب باسم الله الرحمن الرحيم. طيب. انا عايز اضيف في الشريحة التانية. بتحدد الشريحة التانية وتكتب مثلا معهد الخوارزمي للتدريب. طيب. الشريحة التالتة تحدد الشريحة وتبدأ تكتب. طيب. لو احنا هنكي في الشريحة الاولى وعايز اللي انا اقرأ عليها بعض التنسيقات زي ما تعلمناها في برنامج الورد. طيب. التنسيقات اللي عندنا ايه? التنسيقات زي ما اتفقنا تغيير نوع الخط. تغيير لون الخط. حجم الخط. مايل. متين. عريض. اول حاجة زي ما اتفقنا في برنامج الورد اللي انت اتحدد النص. هنلاحز انا حاجة ان ان تنسيقات الصفحة الرئيسية مش نشطة. طيب مش نشطة ليه? اللي هو الجزء البتاع خط وبتاع فكرة. اللي انا هبدأ انشطه بمجرد تحديدي بالنص. حددت النص هيبدأ الجزء اتنشط معاك. طيب اتنشط معاك الجزء اللي عندك عبارة عن ايه? اول حاجة عندك بيه اللي هو بولد. اللي هو متين. اي اللي هو ميل. يو تحته خط. طيب كده صوتي واضح يا شباب? الصوت واضح يا شباب? طيب ممتاز. انا ممتاز جدا. طيب. بالنسبة اللي بيقوله ان الصوت يقطع. المحاضرة مسجلة وبتترفع مباشرة بعد انتهاء الدورة على المنصة. واشرح حالكو تاني بعد ما انخلص الدورة ازاي تدخل المنصة وتسجل فيها سي. طيب. الجزء اللي عندنا بعد كده. الجزء التاني اللي عندنا يا شباب اللي انت دلوقتي عشان تجري التمسيكات. زي ما اتفقنا اللي انا هحدد النص. طب بعد ما حددت النص. بعد ما حددت النص عندي اللي انا عندي اللي هو ميل. ومتين. وتحته خط. في برنامج الباوربوينت يضفو لك اضافة جديدة اللي هو الاس المدين. طب الاس دي عبارة عن ظل للنص. اللي بيعملك ظل للنص ولاحز الفرق. لما تضغط على الاس بيبدأ يظللك النص اللي موجود قدامك. طيب. ايه بيسي زي ما شرحناها قبل كده اللي هي وتوسطه. الجزئية دي اللي هو ضفوها في الباوربوينت. اللي هو بيبدأ يعملك تباعد للسطر. اللي احنا كنا بناخدوها برنامج الورد تباعد الاسطر. ده للسطر الواحد اللي هو بيبدأ يشد لك النص. طيب. الجزئية اللي عندنا اللي بعد كده اللي عندك الجزئية دي اللي هو تغيير نوع الخط بالنوع اللي انت عايزه. طيب. هنا تغيير حجم الخط. طيب بعد ما غيرت حجم الخط. هنا بغير لون الخط باللون اللي انت بتختار. طيب. اغلب الاضافات اللي موجودة قدامي دي وهنمر عليها سريعا. اللي هي اضافات عبارة عن اضافات اللي هي زي برنامج الورد. سواء تنسيقات او سواء اديامين منتصف يسار. المحازات. تعداد نقطي زي ما اتفقنا باشكاله. وهنا تعداد نقطي ارقام زي ما اتفقنا باشكاله. طيب. الجزء اللي اضاف عندي زيادة. شايفين التلات علامات دول? دي بيسموها اتجاه النص او استدارة للنص. طيب. استفد منها في ايه? ساعات يجي لك سؤال. يقول لك. والله لو اعمل الاستدارة للنص بزاوية تسعين درجة. او مكدس. او استدارة بنسبة ميتين وسبعين درجة. طيب. لو هاخدر استدارة بتسعين درجة. هلاحظ النص اتلف معي بالشكل ده. طيب. لو كده اتلف معي بالشكل ده. لو كده اتلف معي رجع افق بالمنظر تاني. ودي بيسموها استدارة للنص. بس اهم حاجة فيها اللي انت تبدأ تحدد النص وتبدأ تشتغل عليه. طيب. الجزئة اللي بعد كده. عندي الجزئة دي بتسمى محاذاة النص. طيب محاذاة النص عبارة عن ايه? هنلاحظ هنا اللي انا كاتب كلمة بسم الله الرحمن الرحيم. اسفل الشكل او اسفل مربع النص. طيب. اسفل الشكل او اسفل مربع النص دي استفاد منها في ايه? تقدر تستفاد منها لو انت جيت حددت اتجاه النص او مواحزات النص اصبح في المنتصف او اصبح في اعلى. زي ما بيجي لك اختيار بتبدأ اللي انت تختار. ودي نقطة مهمة جدا يا شباب اللي بتيجي في الاختبار المتقدم. طيب. الجزء اللي عندنا بعد كده حاجة تسمى انماط سريعة. وزي ما اتكلمنا عنها بالتفصيل انماط سريعة زي الانماط دي اللي هو بتظهر في برنامج زي اللي شرحناه في برنامج الورد. عندك بعض الانماط اللي انت من خلالها لما تقدر تغير تغير الشكل ده تغير المربع تختار النمط اللي انت عايزه وتبدأ اللي انت تطبقه. طيب. الجزء اللي بعد كده عندنا جزئية ادراك. وجزئية ادراك زي ما اتفقنا في برنامج الورد تعتبر من اهم القوايم في اي برنامج من برامج ميكروسوفت. ميكروسوفت اوفيس. طيب. في هنا في قيمة ادراك عندي ايه? عندي ادراك شريحة جديدة انك تقدر تضيف شريحة جديدة عن طريق في البرنامج نفس الاضافة اللي احنا ضفناها قبل كده في الصفحة الرئيسية عن شرايح. لو ضغطت اضافة شريحة جديدة بيبدأ يضيف لك شريحة جديدة. طيب الجزء اللي بعد كده عندي ادراك جدول. وادراك جدول عبارة عن مجموعة من الجداول اللي انت بتبدأ تضيفها زي البرنامج اللي اتفقنا عليه. انه في الورد هاجة هضيف كده قدي جداول ظهرت معايا بالشكل ده. وتقدر تعمل معها التنسيقات او تطبع عليها التنسيقات. والتنسيقات دي هنتعلمها بالتفصيل لما نخش دلوقتي في جزء الحركات. طيب عندي ايه تاني? عندي في جزء في برنامج الورد لو جيد في قيمة ادراج عندي ادراك صورة. طيب ادراك صورة عبارة عني. انك تقدر تضيف صورة بمجرد اللي انت تحدد هيبدأ البرنامج يسألك انت عايز الصورة. هو اللي والله الصورة اللي انا عايزها محفوظة مثلا على سطح المكتب. دي الصورة اللي انا عايزها. تظهر معاك بالشكل ده. وتقدر تجري عليها نفس التنسيقات اللي اتفقنا عليها. قلنا انك تجري عليها عندنا زي انماط الصور. هنكررهم تاني بس بسرعة. انماط الصور. انك تقدر تغير في الانماط. تقدر انك تغير في حدود الصورة. تقدر تغير في التأثيرات. تقدر اللي انت تغير بعد كده. قد تأثير kommit. تقدر احضار للأمام واحضار للخلف. تقدر اللي انت تعمل لها محاذاة, انا عايز محاذة لليمين او لليسار او للوسط. اي طريقة اللي انت عايز. طيب الجزء التاني اللي عندنا في قيمة ادراج. عندنا في قيمة ادراج صورة عبر الانترنت وصورة عبر الانترنت عبارة عنه اللي انت صورة هتحطهله الرابط دتاعة وتقول له بعدما حطتلك الرابط انك استدعيل الصورة دي عشان ان لا اقدر اللي ا quizzes الصورة اللي عبر الانترنت طيب لقطة من الشاشة انك تقدر تعمل لقطة من الشاشة و didif في نقطة بقى مهمة جدا عندنا في ال power point والنقطة دي اضافوها في الاصدارات الجديدة من بداية من 2013 كان في 2010 الاصدار دا مش موجود تخيل دلوقتي اللي انت عندك مجموعة من الصور والمجموعة اللي من الصور دي اللي انت عايز تضيفها في عرض تقديمي واحد هل هتفضل تقعد في صورة صورة في شريحة في شريحة اضيفها طبعا الإجابة لا هتلاقي عندك هنا في إدراك إدراج ألبوم صور فوتوغرافية أو مجموعة من الصور اللي عندك طيب المجموعة من الصور عبارة عنه لو ضغطت هنا على ألبوم الصور بيبدأ يقول لك يظهر لك مربح حواري يقولك حدد لي مكان الصور او الصور اللي انت عايز تضيفه هيقوله والله الصور هفتح قيمة ملف وبعد ما فتحت قيمة ملف فقوله والله اضيفه الصور اللي موجودة دي الصور اللي انا عايزه وهقوله ادراك بمجرد اللي انت تقوله ادراك تظهر معاك الصور مترتبة في الشكل اللي قدامك طيب انا مترتبة وبيبدأ يرتبها ترتيبها شوية او بيرتبها ترتيب انت متدخلش فيه طب لو انا عايز ارتبها تاني يعني مثلا عايز اجيب دور التدريب مدربين اطلحها فوق او عايز اللي انا اجيب الدورة التانية اضيفها تحت بتبدأ انك تحرك الصور بالطريقة اللي انت عايز بعد كده لو انت ضغطت له على انشاء بيبدأ ينشئ لك العرض التقديمي وضيف لك فيه الصور زي بالطريقة اللي ظهر قدامنا دي هنا بدأ يضيف لك ان عرض تقديمي بالشكل ده ضف لك مجموعة من الصور وحدد لك فوق صور اللي انت فيه هتقدر تضيف مجموعة من الصور وكون لك عليهم البوم صور جديد طيب الجزية اللي عندنا اللي بعد كده الجزية عندنا اللي بعد كده بعد ما خلصنا ادراك البوم من الصور تقدر تضيف ادراك مجموعة من الاشكال طيب مجموعة من الاشكال عبارة عن ايه انك شكل هتضيفه بس المرة دي بقى في الاشكال اللي احنا هنضيفه هنتعلم ازاي اللي احنا نضيف عليه بعض التأثيرات الخاصة بالبرنامج بتاعي طيب تأثيرات زي ايه اللي انت تأثيرات مثلا حركة تأثيرات انتقال تأثيرات تغيير حجم الشريحة تأثيرات اضافة حجم الشريحة بعض التأثيرات اللي انت عايز تضيفه طيب الجزء اللي بعد كده هاجه هضيف اشكال قديني ضفت شكل من الأشكال اللي زي ده وقلت والله قديني ضفت الشكل اللي زي ده هكتب مثلا في الشكل معهد الخوارزمي للتدريب طيب كتبت معهد الخوارزمي للتدريب بعد ما كتبت معهد الخوارزمي للتدريب هتقدر اللي انت تكتب هعمل هكبر حجم الخط هكبره بالشكل ده الصفحة الرئيسية وغير حجمه بعدين هعمل شكل تاني هحزف الجزئية دي وهعمل ادراك شكل هقول والله هضيف الشكل ده وهقول دورات المعهد لشهر لشهر مثلا نقوله شعبان وهكبر الحجم بالشكل ده طيب انا دلوقتي عملت اول شريحة اضفت فيها اللي هو مربع اضفت فيها اللي هو شكل وفي الشكل ده قلت معها دورات معهد الخوارزمي ودورات المعهد دلوقتي هنتعلم هنسيبوا دلوقتي الجزء بتاع قيمة ادراك وهنرجعولها تاني هنتعلم جزء اللي هو بيسمى تصميم طيب الجزء تصميم عبارة عن ايه عشان ازاي نتعلم اللي احنا نعمل تصميم للشريح اللي موجودة عندنا ونعمل لها حركة الجزء تصميم هو عبارة عن تصميم للشريحة ككل يعني ايه تصميم للشريحة ككل انك تقدر من خلاله انك تعمل تصميم للشريحة هاللحظة ما اجي اضغط كده على اي حاجة في تصميم بيبدأ يغير لك الخلفية يعني مثلا هنا اغيرلي الخلفية يخليها لي بالشكل ده طيب زي ما تعلمنا قبل كده دي بيسمى حاجة اسمها نسك طيب النسك عبارة عن ايه ان نسك بيكون موجود قدامك ومن خلاله اللي انت تقدر انك تغير تنسيقات الشريح طيب لو ضغطت على السهل اللي جنبي نسك هيجيلك انواع نسك كتير وكل نسك لو وقفت عليه بيجيبلك اسمه الاسم اللي موجود فيه طيب ده يعلمك ايه ده يعلمك في الاختبار يقولك مثلا كن بتطبيق نسك رابطة وده من اشهر الاسئلة اللي بتيجي طيب بتطبق نسك رابطة منين بتدور هنا على كلمة رابطة وبتبدأ تضغط عليه طيب بعد ما خلصت النسك هتلاقي عندي هنا بعد النسك حاجة اسمها اشكال مختلفة طيب الاشكال دي عبارة عن ايه انا اخترت النسك اللي هو بالشكل ده هضغط على الساهمة الاقي مجموعة من الاشكال بتتغير عند النسك اللي انا بخترته وانا تخيل الشكل اللي موجود قدامنا ده طيب الجزء اللي بعد كده حجم الشريحة عندك هنا حجمين للشريحة حجم بيسمى حجم كياسي وحجم ملء الشاشة زي ما يختالك في الاختبار او زي ما يطلب منك بتبدأ اللي انت تختاره طيب لما بتختار حجم الشريحة بتبدأ الجزئية اللي بعد كده عندك تنصيق الخلفية وتنصيق الخلفية فيها بعض التنصيقات اللي انت تقدر تنصكها في الشريح اللي موجودة قدامك مثلا تختار هنا تنصيقات متدرجة تنصيقات لون تنصيقات تعبئة النقاش اخفاء الرسوم كلها زي ما انت عايز ودي ان شاء الله هناخدوه بالتفصيل في الجزئية اللي هيكمل معانا ان شاء الله في الدورة المتقدمة او في الاختبار المتقدم في اختبار CIT طيب نرجعها زي ما كان تمام ونعمله هنا ونقفل بالشكل دي طيب الجزئية اللي بعد كده والمهمة عندنا عندنا جزئية اسمها انتقالات طيب انتقالات عبارة عن ايه انك تقدر تعمل انتقال في كل شريح عندك بالجزء اللي انت عايزه طيب ازاي الكلام ده لو انا عايز مثلا اطبق الانتقال لازم نفرق بين حاجتين الانتقال يطبق على الشريحة ككل الشريحة الخارجية ولكن الحركة تطبق على النص الداخلي او محتويات الشريحة طيب لو انا عايز اطبق الانتقال على الشريحة ككل هاجي على اول الشريحة اقول له والله يطبق الانتقال عندي دي مجموعة من الانتقالات هضغط عسه وقول له والله يطبق الانتقال اللي هو ده بيبدأ يطبق لك الانتقال طيب عايز انتقال تاني ادي انتقال وده اشكال من الانتقالات اللي موجودة قدامك فانت تقدر تستخدم الانتقالات دي في في التدريب او في الشرح في اي حاجة موجودة قدامك طيب الجزء اللي بعد كده طيب الجزء اللي بعد كده عبارة عن الاتي لو انا عندك هنا في الانتقال نفترض اللي انت عايز تعمل انتقال في حاجة انك بتنتقل من شريحة لشريحة عن طريق ضغط بالمفارق او باي زرار في لوحة المفاتيح طيب لو انا عايز اطبق انتقال او اللي انا انشئ انتقال والانتقال ده اخليه بعداد او بعداد رقمي عبارة عن ايه بمعنى لو انا في الانتقال اللي انا فيه عايز اقول له تقدم الشريحة اللي بعد كده بعد مدة زمنية معينة طيب اطبقها ازاي هنلاحظ هنا حاجة لو جيت هنا هتلاقي معلم لك فوق تقدم الشريحة عند النقر بالماوس او عند النقر بالفارق انك ما تضغط بالفارق يبدأ ينتقل معاك من الشريحة الاخرى طيب لو انا علمت على الجزء ده قلت له والله انت قال لي بعد مسلا عشر ثواني عشرين ثانية باي رقم انت عايزه وبدأت تعمل عرض الشريحة وهنتعلموها ازاي ان يبدأ يعرض معاك الشريحة الجزء اللي بعد كده عندنا في جزء انتقالات او في تبويب انتقالات عندنا في تبويب انتقالات خيارات التأثير وخيارات التأثير عبارة عن تأثيرات خاصة بكل انتقال يعني دلوقتي هتغط انتقال مثلا اللي هو تداخل هاجي هنا في خيارات التأثير هقول له والله اعمل لي خيارات التأثير عبر شاشة سودا انه يظهر لك في البداية شاشة سودا وبعد كده اللي هو يظهر معاك الشكل اللي موجود قدامك طيب الجزء التانية اللي عندنا نرجع تاني لقايمة ادراك هنرجع تاني لقايمة ادراك خلاص عرفنا اللي احنا ازاي نضيف اشكال ونضيف انتقالات عندنا الجزء اللي بعد كده حاجة تسمى رأس وتزيل الصفحة طيب رأس وتزيل الصفحة عبارة عن ايه عبارة عن رأس للمستند ورأس للمستند اللي انت من خلالها اللي انت تقدر تضيف رأس للمستند معلومات عن المستند عندك طيب زي ايه عبارة عن ايه لو ضغطت هنا على الرأس بيظهر عندي بالشكل ده ونلاحظ حاجة لو تفتكلوا في الرأس والتزيل اللي احنا خدناه في الورد كان بيجيلك انك تضيف الرأس لحال والتزيل لحال واللي انت تضيف الوقت والتاريخ لحال طيب في برنامج الباور بوينت قالك لا اللي انت بالنسبة للرأس والتزيل اللي انت هتقدر تضيفه الطريقة تاني عبارة عن ايه عندك طريقتين لو انا حبيت اضيف التاريخ فقط ازاي علمت صح هنلاحظ في المربع ده اللي هو حددلك شكل التاريخ طب شكل التاريخ عبارة عن ايه اللي هو هيضيف لك التاريخ على يمين الشريح طب تعالوا نجربوا نعمل تطبيق لو قلت تطبيق على الكل هنلاقي التاريخ هيظهر معاك اهو هنكبر عشان تشوفه اه دي التاريخ ظاهر معايا تحت ظاهر معايا في المستند بالشكل ده طيب طيب لو جيت تاني ضغطت على الرأس والتزيل قلت له والله انا مش عايز التاريخ ما اضفنيش التاريخ ضف لي رقم الشريحة فقط واشيل الصح من على التاريخ هتلاقي ولاحظ رقم الشريحة يظهر في الجانب التاني وعملت تطبيق ظهر معايا رقم الشريحة بالطريقة اللي احنا شايفينها دي ادي رقم الشريحة ظهرته ظهرت معايا بالطريقة دي طيب الجزء اللي بعد كده هقوله والله اقوله لا عايزك تضيف لي رقم الشريحة ولا عايزك تضيف لي التاريخ انا عايزك تضيف لي تزيل خاص بالشريحة هاقلم على تزيل وابدأ اكتب النص هاكتب معهد الخوارزمي للتدريب طب كتبت معهد الخوارزمي للتدريب هاعمل تطبيق هتلاقيه ظهر لي في منتصف الشاشة ادي معهد الخوارزمي للتدريب اهو ظهر معاك هنا وهنصغر اهو تاني ادي الرأس والتزيل هكتب تزيل الصفحة وهكتب معهد الخوارزمي للتدريب وهعمل تطبيق على الكل ظهر معايا كلمة معهد الخوارزمي للتدريب ادي كلمة معهد الخوارزمي للتدريب طيب نلاحظ حاجة شباب في الرأس والتزيل ودي نقطة مهمة جدا واغلب الناس بينساهم طيب بالنسبة للرأس والتزيل ساعات يجي لسؤال كلقاتي كن بتطبيق الرأس والتزيل مع تجاهل او عدم اظهار شريحة العنوان طيب عدم اظهار شريحة العنوان او تجاهل شريحة العنوان ببدأ اجيبها ازاي ببدأ اجيب عدم الازهار وبعمل تطبيق اللقع برعني بيجيلي على اول شريحة ما بيضفليش عليها اي تأثيرات دي عدم اظهار شريحة العنوان طيب بالنسبة للرأس والتزيل لو بالنسبة للرأس والتزيل عايز تطبقه على شريحة واحدة بتعمل تطبيق عن طريق الشريحة اللي انت محددة او الشريحة المحددة طيب لو عايزة تطبق على كافة الشريحة بتبدأ تضغط على تطبيق الكل انك بتطبق على كافة الشريح كلها طيب الجزئ اللي بعد كده خلاص خلصنا الرأس والتزيل هنيجي على جزئية الورد ارت او ادراج وورد ارت طيب ادراج وورد ارت عبارة عن ايه؟ ادراج وورد ارت عبارة عن انك بتقدر تضيف نص ولكن بتنسيقات مختلفة او ولكن ببعض التنسيقات انك انت تقدر تضيفها خاصة بيك طيب زي ايه؟ لو انا جيت هنا ضغطت ادراج وورد ارت وقلت له والله اللي انا عايز الشكل ده يعني خليها نيجي هنا مثلا على الشريحة التانية ولو والله ادراج وورد ارت بالشكل ده وهبدأ اللي انا اكتب قادي اكتب النص هنا هكتب مثلا دورة المهارات الاساسية هاللحظ انا في برنامج الباور بوينت حاجة ان اي شكل او اي نص او اي مربع نص او اي صورة اللي انت بتضيفها بتكون معاك الصورة دي حرة الحركة يعني ايه حرة الحركة؟ انك بتتحرك فيها باي طريقة في الشريحة اللي انت عايزة ولكن لاحظ نقطة مهمة جدا حدود الشريحة بتاحتك الجزء اللي ظهر قدامي يعني انت لو طلعتها برا كده هتيجي تعمل عرض مش هيظهر لك الشكل فانت لاحظ دايما الشريحة تكون موجودة داخل الشكل بتاعتك الجزء اللي عندنا بعد كده في ادراك طبعا لما انا اضفت وورد ارت ظهر معايا بعد التنسيقات طب بعد التنسيقات زي اللي احنا شرحناها قبل كده اللي هو الانماط الشكل تقدر تختار مجموعة من الانماط اللي موجودة قدامك مثلا نمط زي ده هبدأ احطه هنا مثلا بالشكل ده خلاص؟ طيب هنا عايز تغير لون النص اللي جهوه بتبدأ تغير لون النص بالطريقة اللي انت عايزها طب تعبئة الشكل زي ما احنا اتكلمنا عليها قبل كده نقول لها تاني بسرعة تعبئة الشكل انك بتقدر تغير التعبئة الداخلية للشكل المخطط التفصيلي المخطط التفصيلي الحدود الخارجية للشكل تأثيرات الاشكال اللي هو بعض التأثيرات زي ظل زي 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 اللي هو التأثيرات اللي موجودة قدامنا انعكاس تواهج حروف اي تأثيرات موجودة قدامنا طيب الجزء اللي عندنا بعد كده في قيمة ادراك خلاص خلصنا كده اللي هو رأس والتزيل ووردة ارت طيب مربع نص مربع نص لما تقدر تستفاد منه لو انت عايز تضيف نص في مكان ما في الشريحة طيب زي ايه الطريقة دي هنيجي مثلا هنا في الشريحة الاولى انا ضفت هنا مثلا قلت والله دورات المعهد شهر رمضان ومعهد الخارج من التدريب عايز اضيف هنا في الدورة اللي تبعديها اقول مثلا خليها نيجي هنا مثلا في دورة اللغة الانجليزية نيجي نضيفه هنا في الشريحة تقول والله في دورة اللغة الانجليزية اللي انا هضيف شريط هاجي هنا هعمل مربع نص وهبدأ اللي انا هرسمه كده وهقول والله هبدأ اكتب دورات اللغة الانجليزية تمام؟ بعد ما كتبت دورات اللغة الانجليزية هبدأ اللي انا هتقدر تجرى عليها اي تنصيق اللي انت عايز ادي مايل تكبر الخط تصغره اي طريقة اللي انت عايز وتبدأ توديها اي مكان موجود في الشريط الجزية اللي عندنا بعد كده الجزية اللي عندنا بعد كده في تبويبة ادراك عندنا ادراك فيديو او صوت فيديو او صوت هستفاد منه فيه الفيديو او الصوت اللي انت تقدر تستفاد منه لو انت عندك فيديو ما عايز يشغله في العرض بتاعك لو انت عندك اصوات يعني مثلا لو انت بتقدم مثلا دورة تدريبية والدورة التدريبية دي اللي انك عايز يضيف فيها صوت انه الصوت ده يشتغل اول ما تبدأ العرض بتاعك يشرح. طيب السودة تضيفه منه? النفس الطريقة تختار فيديو وتختار مكان الفيديو المحفوظ على جهاز الكمبيوتر وتبدأ تضيفه. او تختار صوت وتختار الصوت اللي محفوظ على جهاز الكمبيوتر وتبدأ تضيفه. طيب الجزئة التانية يتم تسجيل الشاشة الآن. طيب دي هستفاد منها في ايه? دي نقطة مهمة جدا برنامج الباور بوين تضحلنا. ضحلنا من بداية اصدار 2010. من بداية اصدار 2010 برنامج الباور بوينت بدأ يضيف اللي هو نقطة مهمة جدا. اللي عبارة عن ايه? عبارة عن انك تقدر تسجلي الشاشة عن طريق وانت شغال العرض بتاعك شغال. طيب دي تستفاد منها فيه? تستفاد منها مثلا لو انت مثلا عندك مثلا دورة تدريبية او عندك محاضرة او بتعمل عرض تقديمي للشركة. والعرض ده اللي انت بتشرحه او بتسجله. فانت بتبدأ تحط حركات وانتقالات ويبدأ ويسجل لك الشاشة. وتقدر في الاخر تحفظ التسجيل ده على هيئة ملف في فيديو. زي ما بنشوفها كتير في العروض اللي موجودة. بسلا تلاقي محل حاطة الصور بتاعة المحل وبتتعرض على الشاشة بشكل مستمر. طيب بشكل مستمر. طيب عبارة عن ايه بشكل مستمر? ان انت تقدر من خلالها عن طريق الشاشة اللي عندك دي تقدر اللي انت تستفاد انك تشغل باوربوينتك تقدر تعمل بيه تسجيل فيديو. طيب الجزء اللي بعد كده. الجزء اللي بعد كده عندنا اللي احنا شغلنا دلوقتي قيمة خلصنا قيمة ادراك وخلصنا قيمة تصميم. نيجي على الجزء التاني اللي عندنا الجزء اللي احنا كلنا متعايزينه اللي هو جزء الانتقالات. واتكلمنا عن الانتقالات اللي هو عبارة عن الانتقال. تمام? عبارة عن ايه الانتقال? اللي انت تقدر. طيب. طيب. كان الصوت واضح يا شباب? يا شباب. الصوت واضح كده? طيب. تمام يا شباب? طيب. الجزء اللي عندنا بعد كده. الجزء اللي عندنا بعد كده يا شباب اللي انت في الانتقالات. طيب. في الانتقالات عبارة عن ايه? اللي انت في الانتقال اللي عندك انك تقدر من خلاله ان انت تعمل انتقال للشرايح. وزي ما اتفقنا عليها وتعلمنا الانتقال نركز فيها. الانتقال على الشريحة ككل. الشريحة الخارجية ككل. وليس الانتقال على داخل الشريحة. لان الغلطات اللي بتحصل. تيجي مثلا انت في الشريحة اللي عندك الموجودة دي. هتيجي هتحدد المربع ده. وتيجي تطبق على الانتقال. هو بيطبق. لكن بيطبق على الشريحة ككل. يعني خلينا نطبق انتقالات ونتعلموها ازاي? هاجي مسلا هتطبق انتقال هنا كده وانتقال وقادي انتقال وقادي انتقال وقادي انتقال تمام وهبدأ اللي انا هتطبق هقول له ابدأ يتطبق معينه طب دي يا شباب طيب الجزء اللي عندنا بعد كده طيب الانتقال يا شباب زي ما انا بدأت اطبق الانتقال وتعالوا نشوفه معينة معينة الانتقالات اللي موجودة قدامي طيب معينة ازاي هاجي هضغط من فوق انتقال اول حاجة عندي طريقتين للمعينة الطريقة اللي الاولى للمعينة اللي انا ببدأ اشوف معينة بالشكل ده عن طريق انتقال واضغط على كلمة معينة طيب لو انا ضغطت على كلمة معينة هبدأ اضغط ازاي او هبدأ اللي انا هتعلمها ازاي لو ضغطت هنلاحظ عندنا طريقتين انك عايز تعمل حاجة بيسموا full screen للمعينة او اللي احنا نطبقه المعينة على الشكل كله طيب لو انت عايز تطبق المعينة على الشكل كله هتضغط F5 من لوحة المفاتيح هيظهر معاك بالشكل ده طيب بعد كده تضغط الفارق أو تضغط لوحة المفاتيح هيبدأ يتنقل معاك من شريحة لشريحة أي مكان في لوحة المفاتيح يبدأ يتنقل معاك من شريحة لشريحة طيب لو أنا عايز أطبق معاينة اللي أنا أشوفها بعيني على كل شريحة حدد الشريحة وهتلاقي فوق من تبويب انتقالات حاجة اسمها معاينة طيب الجزء اللي عندنا بعد كده في انتقال لو أنا حبيت اللي أنا في كل شريحة أحط لها صوت طيب أحط لها صوت إزاي بمعنى اللي أنا مع كل انتقال شريحة صوت جرس صوت أي صوت برنامج الباور بوينت أضف لك بعض الأصوات هل هي موجودة هنا كل حاجة موجودة عندها صوت بتختار الصوت اللي أنت عايزه وتبدأ تطبقها ولما بتيجي تطبقها بتختار مدة الصوت قد إيه أنت عايزه يشتغل مدة قد إيه عندك هنا مديك اختيار هل أنت عايزه دقيقة ولا أكتر طيب عايزت تطبقها على شريحة واحدة ولا شريحتين لو أنت حطيت الصوت بيطبقها على الشريحة المفعلة فقط طيب لو أنا حطيت تطبيق على الكل لو حطيت تطبيق على الكل التطبيق على الكل بيطبق على كافة الشريحة طيب الجزء اللي عندنا اللي بعد كده بعد ما خلصت انتقالات هايجي بعد ما خلصت انتقالات تخش على الجزء اللي هو حركات. نلاحظ هنا حاجة مهمة جدا. اللي انت في حركات. طيب الحركات دي عبارة عن ايه? الحركات دي انك تقدر من خلالها اللي انت تتعمل حركة. يعني ايه? نلاحظ هنا انا محدد الشريحة. طيب بعد ما حددت الشريحة تيجي تحس ان الحركات مش مزللة او مش مفعلة. طيب ايه السبب يا شباب? مش مفعلة عشان انا مش محدد جزء للشريحة الداخل اللي انا ابدأ اطبق عليه الحركة. فزي ما اتفقنا ان الحركة بتتطبق على الشريحة كلها. هاجب الشكل ده حددت مثلا المربع النصي. بعد ما حددت المربع النصي بتبدأ تطبق الحركة بتاعتك. هابدأ اطبقها ازاي? بمجرد اللي انت حددت المربع النصي هابدأ اقول له والله الحركة بتاعتي اعمل لي حركة ظهور. اعمل لي حركة تداخل. هاقول له تعالوا نجربوها على الشريحة ونتعلموها ازاي? قديني دلوقتي اعملت حركتين. وتعالوا نعمل معينة. ونتفرج ونبدأ نعدل في الحركة. قديني زهرت قدامي الشاشة. هاضغط مثلا بالفارة. زهر قدامي او اول شكل او اول حركة اللي انا اعمله. هاضغط ثاني. زهرت الحركة الثاني. طيب. لو انا مش عايجي ابني الحركات دي. عايز اغير في الحركات او اللي انا ابدأ اللي انا اعمل لها حركات اضافية او تأثيرات اضافية. لو انا حبيت اللي انا اضف لها تأثيرات اضافية او حركات اضافية. هابدأ كلقاتي. هاجي هنا في الجزء بتاع حركة. شايفين الجزء بتاع حركة? هلاقي عندك على اليسار خيارات التأثير. يعني ايه خيارات التأثير هاجي اقول والله خليلي خيارات التأثير من اسفل ان الشكل ده ينزل من اسفل وتعالوا اللي انا اجرب جيت كده اللي انا اجرب واضغط على المسافة ادي اول شكل طيب التاني فعلا نزل من اسفل طيب الجزء اللي بعد كده طيب عايز اضيف حركة مخصصة طيب ازاي حركة مخصصة او حركة اضافية الجزء بتاع الحركات الاضافية كل ده هو اللي موجود عندي في الانماط بتاعتي انك تقدر تضيف اكتر من حركة والحركة بتاعتك تقدر تتعدل عليها زي ما انت عايز طيب عندنا زي ايه هاجي زي مثلا هقول له والله حركة اللي انا هضيف حركة زي دي طيب نقطة باعة مهمة جدا في الحركات لو انا ضغطت على الجزء بتاع جزء الحركة طيب لما تيجي تضغط على الجزء بتاع جزء الحركة بيظهر لك في ايه بيظهر لك في جزء الحركة بعض التأثيرات في الحركات هاللعز هنا هو هنا مرتبهالك مرتبهالي ازاي انا لو جيت هنا عملت تشغيل بدأت لك اول حركة بعدين بدأت تاني حركة ادي هنا تاني لو ضغطت على تشغيل هضغط على اول حركة وتاني حركة ظهرت معايا طيب عبارة عن ايه تشغلي ده او عبارة عن انك بتقدر ترتب الحركات بمعنى لو انا انا مثلا بدأت اللي انا ابدأ اللي انا انشأت العرض التقديمي بتاعي وبدأت اللي انا اضيف بعض الحركات وبعد الحركات اللي انا بدأت اضيفها بعد ما اضفتها حبيت اللي انا ارتبها بشكل معايا طيب ازاي تعالوا نضيفه كده نجربه انا هنا جيت هنا عالشكل ده اقول له والله اضيف لي مرة حركة زي دي تمام ومرة حركة للشكل اللي بعد كده حركة زي دي تمام ضف لك الحركة تعالوا بقى نجربه لو عملت تشغيل بيبدأ يشغل لك الحركة اللي انت مختارها طيب انا عايز تطلع الحركة دي فوق هاجي كده هاسحبها وحطها فوق وهعمل تشغيل هيبدأ يطبق للتالية الاول وبعد كده الاولى تقدر اللي انت تتحكم فيه طيب هنلاحظ هنا المدة المدة عبارة عن اي زي ما اتفقنا اللي احنا قلنا عندنا طريقتين للتنقل عندنا طريقة اللي انت بتتنقل عن طريق الفارة او لوحة المفاتيح او اي ازرار بيسموها اكشن افكت اللي هو عن طريق ضغطة فبيعملك اللي هو اكشن بيديك حدث ان يبدأ الباربوينت انتقل على الحدث اللي بعدين او انك تحددوله بمدة طيب تعالوا نجربوا اللي احنا نحددوله بمدة هاجي هنا في دورات معهد الخوارزم اهي عند الحركتين هاجي فوق عند النقر هقول له ماشي عند النقر وهقول له خليها لمدتها كام خليها لمدتها مثلا تلاتين ثانية هقول له تلاتين ثانية اهي تلاتين ثانية تمام ادي عملت اول حركة عندك اللي هي تلاتين ثانية هنا هنعملوها تاني ادي هنا هنقول له دي تلاتة وهنا وده صفرين ادي قلت هنا تلاتين ثانية تمام طيب هو مش راضي ايه بل عشان اللحظة المفاتيحة اوه هنخلوها زيرو زيرو ونيجي هنا نقول له والله خليها لي تلاتين. ادي هنا اعملتها تلاتين ثانية تمام اللي هو يشتغل على بعد تلاتين ثانية. طيب تعالوا طبق اللي بعديها. اللي بعدها اقوله والله يخليها لي بعد الصابق. يعني ايه بعد الصابق ان بعدما الشريحة الاوله اتخلص ابدأ يعملي حركة للشريحة اللي بعد كده وهاجي في الشريحة اللي بعد كده هقول له يشتغلها وتعالوا نجرب. نعمله اف خمسة للعرض ونشوفه. او تاني نعمله اف خمسة. هيجي هنا على عرض واقول له والله يبدأ شغال للعرض. ادي بدأت واشتغلت التانية بعد تلاتين ثانية من الشريحة الاولى. بيبدأ يطبقها لك. طب دي هتستفاد منها فيه? اللي انت تستفاد منها زي ما قلت لك في البداية. انك لو عندك ملف مثلا فيديو. او عندك ملف عبارة عن ملف عرضة او ملف محتوى. ملف محتوى للشغل بتاعك. يعني انت عندك شركة او عندك مؤسسة بتعمل لها عرض او عرض تقديمي لها. بتاعرض فيها انشطاتها. بتاعرض فيها الشغل بتاعك. بتاعرض فيها الشغل موجود عندك. فبتبدأ تزبطها عشان يبدأ ينتقل لوحده. وتقدر تستفاد من غدمة التسجيل عشان بعد كده اللي انت تسجل المحاضرة بتاعتك. طيب. الجزء اللي عندنا بعد كده. هنلاحظ اسفل الشاشة فيه جزء عندنا اسمه ايه? ملاحظات. طيب. الملاحظات دي عبارة عن ايه? الملاحظات اللي انت ممكن تحطه ملاحظة. والملاحظة دي اللي انت تستفاد منها في الشرح بتاعك او في الشغل بتاعك. زي ايه الملاحظات انك تستفاد منها من الشغل بتاعي? اللي انا هقدر اللي انا هاجي مسلا في الملاحظة اقول له والله مثلا شريحة شريحة البداية ان شريحة البداية بتاعتك اللي انت اول ما ابتدأت ان دي الشريحة بتاعتك اللي انت بدأت به ممكن تيجي على الشريحة التانية وتقول له والله من لحظة دورة المهارات الاساسية في تطبيقات تقنيت المعلومات قالي الشريحة التانية نستفادوا احنا ايه تاني من الحركات والانتقالات لو انا عندي الشكل ده احنا اتفقنا ان ده شكل او مربع نصي وانا حطيت هنا دلوقتي اللي انا قلت الشريحة الاولى حطيت لها اللي هي تأثيراتي هاجع الشريحة التانية بتاعت اللي هي موجودة عندي هحدد الصورة اللي انا هضغط على الصورة click او ضغطة طب بعد ما ضغطت على الصورة هلو والله الصورة ده هي تأثير بالشكل ده طيب بعدها اديه للمربع ده تأثير بالشكل ده ادي حددت المربع وقوله اديه تأثير بالشكل ده وهبدأ اجرب هاجع الشريحة الاولى وقوله والله يبدأ لي العرض انا بدأت العرض ادي الشريحة الاولى بعد كده قد جاءت الشريحة التانية بعد كده جاء الشكل بتاعي هيبدأ يطبق له بعض بعد التأثيرات بعد كده هيظهر المربع النص اللي موجود قدامك عن طريق انك بتعملها اي انك بتقدر تضيف للشكل بعد الانتقالات والشريح اللي موجودة قدامك طيب الجزء اللي بعد كده السلام عليكم حاولت الدخول على الاختبار مفاتح معي الرابط لا يعمل طيب يا شباب في واحد في اختي بتسأل اللي هي حاولت الدخول على الاختبار هخلصت ان شاء الله شرح الدورة وهشرح لكم قلية الدخول على المنصة وازاي بعد ما تخش على المنصة ازاي انك تقدر واحد تسجل اتنين انك تستفاد ان انت تقدر ان تخش على الاختبار سواء في دورة الورد والاكس والباوربويت او اي دورة موجودة على عندنا في نصة معهد الخوريزي الجزء اللي بعد كده عندنا الجزء التاني عندنا دي الوقت احنا خلصنا خلاص تبويبة ادراك وخلصنا تبويبة تصميم وتبويبة انتقالات نيجي على تبويبة حركات اللي احنا اتكلمنا عنها بالتفصيل طب التبويبة اللي بعد كده عندنا تبويبة بتسمى تبويبة تسمى مراجعة طيب مراجعة عبارة عن ايه؟ تبويبة مراجعة يا شباب عبارة عنه اللي انا التبويبة دي من خلالنا تقدر تجري حاجة بتسمى تدقيق املاقي طيب تدقيق املاقي عبارة عن اللي انت تدقيق بتبدأ تدقق المستند املاقي يعني مثلا لو انت مثلا عندك خطأ في المستند انك كاتب مثلا كلمة خطأ وبتدنك عايز تعمله تدقيق املاقي ببدأ اضغط على كلمة تدقيق املاقي وهبدأ بيبدأ يعمل بحث في المستند ككل عشان يبدأ يدقق المستند املاقي طيب الجزء اللي عندنا بعد كده بعد تدقيق املاقي البحث الزكي عبارة عن ايه البحث الزاكي؟ لو انا عايز ابحث عن كلمة خاصة في العرض التقديمي بتاعك يعني مثلا انت في العرض التقديمي بتاعك عندك عرض تقديمي كل من الخمسين شريحة عايز تبدأ تبحث في الشرايح بتبدأ تختار الشرايح وتقول له بحث زاكي وبيبدأ يطبق البحث على الشرايح ككل اللي موجودة قدامك طيب عندنا الجزء اللي بعد كده تعليق انك لو عايز تضيف تعليق طيب اضيف تعليق ازاي؟ تعالوا هنا مثلا نجرب على الشريحة الاولى انا هحدد كده كلمة معهد الخوارزمي اهي وهاجي هنا على تبويبة مراجعة وهقول له تعليق جديد بمجرد اللي انت تضغط تعليق جديد على المستند او اضافة تعليق هتلاقي زهر عندك التعليقات على يسار الشاشة اتنين حددلك على مكان التعليق او الجزء بتاع التعليق المربع ده انه في التعليق هبدأ اكتب مثلا في التعليق اللي هو ايه معهد الخوارزمي للتدريب كتبت معهد الخوارزمي للتدريب ادي خلاص كده انت اضافت التعليق هتيجي تقفل هتلاقي انت عندك التعليق ظاهره قدامك بالشكل ده طيب ضغطت عليه ده اخطوطين ظهر لك التعليق اللي موجود قدامك طيب ايه تاني نقدر نستفاده من التعليق خلينا اقول لك لو انا جيت هنا على اليميئ على اليسار هضيف مثلا تعليق جديد مثلا هقول مثلا والله انك اضيف لي تعليق كمان هبدأ ارد على التعليق واكتب له مثلا دورة المهارات الاساسية في تطبيقات تقنية المعلومات ضفت كده هضغط جديد كمان مرة هضيف تعليق تاني هقول له والله المؤهلة لاختبار شهادة شهادة الشهادة السي اي تي تمام طيب تقدر تعمل ايه انك تقدر تتنقل بين التعليقات يعني ايه هتنقل بين التعليقات هتيجي انه مسلا تقول التعليق الصابق جاب لك اول تعليق وحدده له صابق موجود قدامك طيب هتيجي تقول له التعليق ايه التالي بيجيب لك التعليق اللي بعد كده تقدر اللي انت تحزف التعليقات عن طريق لو ضغط على زرار حسف يحزف لك التعليقات اللي موجودة عندك في الجهاز تمام ادي هنا لما تضغط على زرار حس بيجيب لك ايه حسف كل التعليقات في هذه الشريحة ولا حسف كل التعليقات في العرض التقديمي طب دي تستفاد منها في ايه تستفاد منها لو انت عندك في العرض التقديمي بتاعك اكتر من التعليق او اكتر من التعليق في كل الشريح لو ضغطت على حسف التعليقات في كافة الشريح تقدر من خلالها اللي انك تحزف كافة الشريح طيب لو التعليق في الشريحة المحددة ضغطت عليها يبدأ يحزف لك التعليق اللي انت محدده في الشريحة اللي موجودة قدامك تمام يا شباب طيب الجزئية اللي بعد كده عندنا الجزئية اللي هو بدء التحضير او بدء التحبير دي عبارة انك بتستخدم قلم انك تشتغل به طيب اخر تبويبة عندنا تبويبة بتسمى عرض طيب تبويبة بتسمى عرض ايه من اسمها كلمة عرض اللي هي عرض خاص بالمستند طيب عرض خاص بالمستند عبارة عن ايه انك عرض بالمستند بتاعك اللي انت من خلاله تقدر تشوف شكل العرض. اول حاجة عندك طرق عرض العروض التقديمية. شايف الطريقة اللي موجودة قدامنا دي اللي ايه? عليمين الشرايح. وفي هنا على اليسار المخطط التفصيلي للشريحة او الجزء بتاع الشريحة. ده بيسموه طرقة عرض عادي. طيب. الطريقة التانية عرض مخطط تفصيلي. بيزهرلك بالشكل ده. انه يجيب لك الشرايح كأنها مخطط تفصيلي وتقدر تتنقل منها بالطريقة اللي انت عايز. طيب الجزء اللي بعد كده. فارز الشرايح. اللي بيزهرك كافة الشرايح اللي موجودة في المستند على هيئة فارز. وبتبدأ تشتغل عليها في فارز الشرايح. طيب الجزء اللي بعد كده صفحة الملاحظات. وصفحة الملاحظات لو فاكرين لما احنا اتكلمنا عن الملاحظات اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده انك بيجيب لك الشريحة وتحتها الملاحظات الخاصة بيك. يعني مثلا لو انت عندك مثلا مادة تدريبية او عرضة تقديمي واللي انت بتبدأ انك تشتغل على عرض بتاعك او في الشرح بتاعك بتبدأ تقول والله ان انا بحط صورة الشريحة وبكتب عليها ملاحظات اللي بتكون تذكرة لك في العرض طيب الجزية اللي بعد كده طرق الكراءة طيب ازاي طرق الكراءة بيعرض لك الشريحة كطريقة للكراءة طيب ترجع ازاي يا شباب بتبدأ ترجع تاني بالشكل ده اه دي اهو تاني يا شباب لو جبت طرق الكراءة لو انا حبيت ارجع تاني لعرض التقديمي بتاعي والباوربوينتي بتاعي اللي يظهر لي فيه تبويبات ادراك والصفحة الرئيسية ويظهر لي فيه تبويبات عرض وانتقالات هنلاحظ تحت فيه بعض الاختيارات هي هيها في طرق عرض ابدأ يضغط على طرق العرض اللي انت عايزة ضغطت هو جابت لي عرض تفصيلي هرجح على طرق عرض عادي طيب الجزية اللي بعد كده عندنا في عرض عندك في عرض المصطرة اللي انت تبدأ تظهر مصطرة الجهاز او تخفيها لو ضغطت كده على جزئية المصطرة بيبدأ يظهر معاك مصطرة الجهاز المصطرة اللي موجودة قدامك طيب بتخفيها بتشيلها بالشكل ده طيب عايز تظهر خطوط الشبكة بتبدأ تبدهر خطوط الشبكة بالشكل ده اللي بيظهر معاك خطوط عشان اهورها لكم هنيجي هنا مثلا شريحة زي دي ودي خطوط الشبكة هتلاحظ ان في مربعات ظهرت على الشريحة ككل خليها نحزف ده عشان تلاحظوها ادي ظهرت خطوط للشبكة عندي طيب خطوط الارشاد نفس الطريقة اللي هو بيقسم لك الشريحة لاربع مربعات عندك جزء يمين يسار اه اسفل في الجزء اللي موجود قدامي طيب اتجاه العرض ادي اتجاه العرض من اليسار لليمين ولا من يمين اليسار بمعنى المربع اللي هو موجود قدامي او الشكل اللي قدامي بتاع العرض هل انا عايزو يظهر من اليمين ولا عايزو يظهر من اليسار بتختار الشكل اللي انت عايزه اه دي قد اغطي هنا من اليسار ومن هنا من اليمين اي طريقة اللي انت عايزها بتبدأ تختار ما تختار منه طيب الجزء اللي بعد كده تكبير وتصغير بتبدأ تكبر العرض ده سؤال مهم جدا دايما ييجي في الاختبارات لتكبير وتصغير العرض التقديمي كن باختيار تكون من تبويبة هل من تبويب عرض؟ من تبويب مراجعة؟ من تبويب إدراف؟ من تبويب طيب ونسبة التكبير اللي قدامك موجودة قدامك بالشكل ده انت عايز دلوقتي قلت والله انت عايزك تكبرهلي بنسبة 200% وموافق هللاحظ هنا النسبة اللي هي بتتغير؟ بتتغير ليه؟ بتتغير عشان النسبة اللي انت بتختارها يعني لو ضغطت هنا تكبير تاني قلت والله يخلولي 400% موافق اتغيرت معاك بنسبة 400% واطلاحوا هنا عشان الشريحة اللي موجود فيها النصوص هتلقامك كبرة طيب حبيتناك تعمل احتواء؟ ضغط احتواء بيرجعلك احتواء للنافذة مرة اخرى طيب عندنا تاني في تبويب عرض عندنا الالوان ممكن تخليها تقوله والله يخليلي الشرائح كلها تدرج رمادي تدرج رمادي ازاي؟ ان يكون متدرجة طيب اتنين ممكن تقوله والله يخليها يبدل تدرج رمادي ابيض واسود ودي اغلب الناس بتستخدمها مثلا لو انت عندك عرض تقديمي عرض تقديمي عبارة عن ايه؟ عرض تقديمي الوان وعايز اللي انت تطبعه اسود طيب انت بتطبعه اسود ازاي؟ ممكن تقوله والله خليلي تدرج الوان اسود عشان تدي امر التباعة طيب الجزء اللي عندنا بعد كده في تبويب عرض عندنا حاجة اسمها نافذة جديدة طيب نافذة جديدة عبارة عن ايه؟ نافذة جديدة يا شباب دي نقطة مهمة جدا اللي انت تخليك يكون عندك العرض بتاعك يظهر في نافذة اخرى ازاي في نافذة اخرى؟ يعني لو فاتح اكتر من عرض اكتر من ملف بوربوينت والملف اللي موجوده قدامي ده عايزة تنقل بين الملفات بدل ما تتنقل من الشريط اللي موجود اللي احنا هناخده بكرا ان شاء الله في الويندوز انك الشريط المعلومات اللي تحت تتنقل منه تمام؟ تقدر اللي انت تتنقل عن طريق الجزئة دي زي الجزئة اللي بتاعت تديل النوافذ طب تبديل النوافذ عبارة عن ايه؟ تبديل النوافذ عبارة عنه اللي انت تقدر تغير النوافذ بتاعتك من عرض واحد عرض اثنين عرض ثلاثة اي نافذة انت موجودة طب النوافذ دي عبارة عن ايه؟ ان نوافذ دي عبارة عن ان نوافذ انك من خلالها تقدر انك تغير العرض بتاعك تروح من العرض واحد للعرض اثنين للعرض ثلاثة اي عرض موجود قدامك تمام؟ اخر جزئية عندنا عايزين نفرق بين نحكتين طيب الحاجة اللي عندنا القاتي انك عندك حاجة تسمى ملف حفظ حفظ العرض التقديمي بصيغة باوربوينت او ملف تشغيلي طيب هحفظ العرض التقديمي ازاي هتبدأ تحفظ العرض التقديمي بتاعك زي ما قلنا عندنا صغطية صيغة باوربوينت اللي انت تفتحه وتطلب منك فتح الباوربوينت وتعدل عليه او صيغة ملف تشغيلي طيب لو انا جيت اخترت حفظي باسمي مثلا او حفظي تمام هعمل حفظ وهعمل استعراض بيظهر معايا النفذة او المربع الحواري اللي موجود قدامي ده في المربع الحواري اللي موجود قدامك بتختار حاجتين بتختار الجزئية الاولى عرض تقديمي هتلاقي عندك مكتوب في حفظ كنوع باوربوينت او باوربوينت بريزنتيشن طيب عبارة عن ايه الابووربوينت بريزنتيشن الباوربوينت بريزنتيشن عبارة عن اللي هو ملف عشان اللي انت تحفظه لازم تشغله فالباور بوينت يبدأ يفتح طيب بعد الطلاب يلو لأ اللي احنا عايزين نعمله ملف تنفيذي ونحط عليه الحقوق بتاعتنا انك اول لما تيجي تفتحه اللي هو يفتح تلكاي من غير فتح الباور بوينت والكلام ده هتيجي تختارح على حاجة اسمها باور بوينت تيمبلت باور بوينت تيمبلت صلاية شو ادي هنا باور بوينت باور بوينت شو باور بوينت شو اللي هي عبارة عن انك اول لما تحفظه وتضغط عليه يفتح لك الملفز ده القائد انه يعمل لك تكرار للشرائحة الموجودة بناء على الحركات طيب هتستفاد من باور بوينت شو ده هتستفاد من باور بوينت شو انك تقدر تستفاد نقطة مهمة جدا اللي انت النقطة اللي هتستفاد منها انك من خلال باور بوينت شو لو انت عندك عرض تقديمي والعرض التقديمي بتاعك ده انك انت بدأت تزبط في الانتقالات والحركات بمؤقت زمني ازاي مؤقت زمني؟ زي ما قلنا اللي انا هاجي مثلا على انتقال وهبدأ حطله مؤقت زمني اللي هو يشتغل بعدين هاجي على الحركات وهبدأ حطله مؤقت زمني اللي هو يشتغل عن طريقه طيب لما بدأت حط المؤقت زمني لو انت بدأت تحفظه باور بوينت شو هيبدأ من خلاله اللي هو يشتغل بطريقة تلك ايه تماما يا شباب